طيب تعالوا ندخل في أخبار النادي الأهلي نسبنا شوية من الموضي النهاردة فيه ذكرى وفيه المعالي الوزير العام للهرو تعالوا نخش في الحلقة بقى نشوف شوية الجو العام في النادي الأهلي قام الجهاز الإداري لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيد الفلسطيني وسام أبو علي المهاجم الجديد وست ناشئين هم حازم جمال وإسلام عبد الله وإبراهيم عبد الحكيم ويوسف عبد الحفيز ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله بالقائمة الأفريقية هنا يعني الواحد بس يمكن هنا الواحد يقدر يتكلم بكل ثقة عن نجاح معسكر الإمارات لأن الخبر ده لوحده هو دليل نجاح معسكر الإمارات اللي أصر فيه السويس ريمارس الكولر المدير الفن للنادي الأهلي على استحاب مجموعة من اللعبين الناشئين الشباب اللي شاركوا وظهروا مع النادي الأهلي في التدريبات والمبارات الودية نتاج المبارات الودية دي مش فرقة خالص مين كسب ومين خسر مش فرق خالص إنما نجاحك الحقيقي في معسكراتك ومباراتك الودية هي أنك تجهز لعبتك بالشكل الأمثل وتوصل بهم للمستوى اللي أنت عاوزه وفقا لخطتك وكمان تحقيق أهدافك في اختيارات العناصر بتاعتك ودمج العناصر الجديدة مع الناشئين مع الفريق الأول الأهلي عنده قطاع ناشئين ناجح جدا على أعلى مستوى والدليل أن دلوقتي أنا بقول لحضرتك في ست لعبين ناشئين في قائمة النادي الأهلي الأفريقية ودي بتكون بداية الانطلاقة الحقيقية لهؤلاء اللاعبين الشباب الأهلي خلال الفترة اللي فاتت انت عملت صفاقات طبعا اللي محتاجها ودعم خط الهجوم وكمان تعاقد مع عمر كمان عبد الواحد وبيصعد لعبين شباب وده مصار رائع لقطاع الناشئين أو لقطاع الكورة في النادي الأهلي أنا هنا عايز أقول لك الناس من ضمن الأسماء اللي مستر مارسل كودر الأجنبي يختارهم يوسف سادع بحفيز هو ما تمش اختياره مش عشان أي حاجة غير لأنه هو يستاهل أو أنه هو جدير بصقة الجهاز الفني وأثبت ده في معسكر الإمارات كل الأسماء اللي تم اختيارها هي أثبتت جدارتها بالفعل النادي الأهلي عنده كنز حقيقي قطاع الناشئين بالكامل هو كنز حقيقي للنادي الأهلي لما أنت يبقى عندك مدير فني أجنبي سويسري على أعلى مستوى ويتخيروا من مجموعة من قطاع الناشئين مش يختاروا واحد أو اتنين أو تلاتة يختار ست لعبين يتم قدهم ويتأيدوا في قائمة الفريق الأول ويتأيدوا في القائمة الأفريقية ده مش عادي ده مش شيء عادي ست لعبة هم بيتحطوا على تراك ويتحطوا على مصار أنه هم يكونوا نجوم دي بداية الانضمام للفريق الأول زي ما شوفنا قبل كده تريزي جي كان في نفس الظروف تقريبا من الناشئين للقائمة الأفريقية لحد ما بقى واحد من أهم من جوم الكرة المصورية كلها نفس الكلام أي لاعب من قطاع الناشئين بياخد الفرصة دي هو واحد بياخد فرصة لأنه هو ينضم للنادي أو مش ينضم بقى يظهر مع النادي الأهم في الوطن العربية وأفريقيا يقدم أوراق اعتماده بقى نصيحتي للشباب دي أنه تتمسك بالفرصة اللي مش عادية دي فرصة مش عادية في وقت مش عادي هيكتسبوا خبرات من لعيبة كبار جدا موجودة في الفرقة ومع مدرب كبير جدا زي مارسل كولر مع جهاز فني محترم بالكامل من أول مستر مارسل كولر وكابتن خالب بيبو لأصغر حد في الجهاز ده مفيش حد في النادي الأهلي ينفع تقوله على صغير مفيش حد ينفع تقوله على الناشئ النادي الأهلي يا ملعب فيه لعيبة أقل من 17 سنة ومن 18 سنة عماد ميتعب كان هداف الدولة المصري وهو 17 سنة في النادي الأهلي الناس دي قدامها فرصة الشباب دول قدامهم فرصة كبيرة جدا 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 عشان يكونوا نجوم النادي الأهلي في المستقبل أنا بقولك أنت قدام ناس تم اختيارهم في معسكر بعناية شديدة جدا هو طبعا استحب عدد كبير جدا من قطاع الناشئين ظروف أن الفرقة كان فيها ناقص كتير من المنتخب ساعدته أنه يأخذ عدد كبير من الناشئين لكن اختياره الستة ده اختيار يعني بقالنا فترة خصوصا مع دخول أن النادي الأهلي يعتمد على شراء اللاعبين ويعتمد على أن انت عايز أجهز ناس ده معناه أن الستة لعيبة دول جهزين 100% أنهما يلعبوا بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي طبيعي أنه أنا بعمل كل حاجة وعلى حسب احتياجاتي سأشتري اللاعب أو سعد من قطاع الناشئين لكن نجاح كبير جدا لقطاع الناشئين للنادي الأهلي أن أنت تطلع ست لعيبة يتأيدوا في القائمة الأفريقية ومع النادي الأهلي ده نجاح كبير جدا اللاعب دي تستفاد من الفرصة القوية دي وتستفاد أكتر من الخبرات اللي معها سواء خبرات جهاز فني معها على أعلى مستوى أو خبرات اللاعبين اللي عندهم خبرة أقل واحد في اللاعب دولا فايزة السنة اللي فاتت واخد ميدالية برونزية في كسر العاملان ده وفايزة بطولة أفريقيا فلازم اللعيبة الست شباب دولا يتم تجهزهم وإعدادهم على أعلى مستوى من الناحية النفسية دولا أكيد عندهم طموح النادي الأهلي دول فيهم شخصية النادي الأهلي طبعا لأنهم متربيين في النادي يعني لكن أقدامكم فرصة تثبتوا نفسكم أقدام جمهور النادي الأهلي أن أنتوا ناس جديرة بأنها تكون نجوم داخل فرقة الكرة في النادي الأهلي